بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين أهلا بكم مشاهدين في كل مكان ويوم جديد وستاد الأهلي أفريقيا يا أهلي أنوان دائم الحضور في كل البطلات الأفريقية عام 82 والنادي الأهلي وحقق أول بطولة دورة أبطال أفريقيا وابتدى الغزو الأفريقي للنادي الأهلي واكتسحت أفريقيا وتلونت بليون الأحمر نادي الأهلي وبطولة أفريقيا في حالة عشر ثمن بطولات دورة أبطال أفريقيا والأهلي يسعى للتاسعة وتغال هذه الفترة الصراحة والسنين الطويلة لنادي الأهلي غزى فيها الملاعب الأفريقية في حالات عشق كبيرة جدا وأيضا قهر للمستحيلة دايما النادي الأهلي كان يواجه الصعابة في دوليب أفريقيا وفي أحراش أفريقيا وفي أدغال أفريقيا ما كانتش الصورة دايما سهلة ما كانتش الأمور دايما في المتناول ولكن دائم النادي الأهلي باستراتيجيته وبتطلعاته وبأمال جمهوره ودعم الجمهور وروح الفلنة الحمرة كان بيحصد هذه البطولات البداية كانت في 1982 نادي الأهلي حصل على أول بطولة دوري أبطال أفريقيا وفاز في النهائي على كوتوكو كان هنا 2-0 وات عادلة هناك في قبيلة الأشانتي في معقل قبيلة الأشانتي 1-1 وكان الكل في هذا التوقيت كان بيرشح كوتوكو أشانتي كوتوكو هو يفوز باللقب وكانت البطولة فيها العديد من الصعوبات ابتدى النادي الأهلي يكمل رحلته في دوري أبطال أفريقيا وفي بداية 84 ابتدى يخش بقى أبطال أفريقيا للكؤوس واخدها 3 مرات و4 ثم جاء في 87 وحصل على دوري أبطال أفريقيا ودي حضراتكم شايفين كابتن محمود الخطيبة هو بتسلم البطولة من رئيس الدولة في هذا التوقيت السيد محمد حسطين بارك وكان في 87 أمام الهلال السوداني مرولا بالتسعينات والنادي الأهلي يفوز أيضا بأبطال القؤوس للمرة الرابعة بعد الثلاث مرات اللي خدها فيه التمانينات ومشوار الأهلي الأفريقي امتد حتى بطولة 2001 اللي حضراتكم شايفين ملقاء النهائي أمام ماماليدي سانداونز وكان الأهلي في هذا التوقيت واجه الترجي التونسي في الدور قبل النهائي المواجهة الأولانية في القاهرة تعادل بدون أهداف ثم النادي يترجي التونسي يتفوج بهدف هناك في تونس ولكن أقدام سيد عبد الحفيز والقدم اليمنى لفي جوء القرى المصرية غيرت المصار وغيرت الشكل ووضعت النادي الأهلي فيه فاينال البطولة اللي فاز على سانداونز الجنوب أفريقي وتعادل هناك فيه جنوب أفريقيا وفاز هنا بتلات أهداف مقابل لشيء ولو حضراتكم تتذكروا الأهداف الجميلة ودي على طول التناغم اللي كان كبير جدا ما بين كابتن وليد صلاح الدين وكابتن خالد بيبو اللي صراحة أدى واحدة من أفضل لقاءات تاريخه ثم مرى الأهلي بمرحلة أبو تريكا وبركاته عماد متعب وبطولة 2004-2005 اللي فاز بيها النادي الأهلي واكتسح النجم الساحلي التونسي تعادل فيه تونس بدون أهداف ثم فاز فيه القاهرة بتلات أهداف مقابل لشيء وابتدى عشق النادي الأهلي ومبطولة أفريقيا يزداد أكثر فأكثر فأكثر ويبتدي النادي الأهلي يسيطر على البطولة الأفريقية دا أمام حضراتكم جانب من اللقاءات الشهيرة ولقاء الصفاقسي اللي انتهى فيه الدور الأول فيه القاهرة لقاء الذهاب بيئة تعادل واحد واحد ثم جاءت الرياح بما لا تشتهي السفن التونسية والأهلي دائما يقر المستحيل وحركوا تتذكروا هذا الهدف في الديئة قد إيه في الديئة في الأنفاس الأخيرة من الشوط الثاني وخلاص كانت الجمهير التونسية وجمهير الصفاقسي التونسي وحتى كان اللعب أنيس بوجلبان اللي انتقل بعدها للنادي الأهلي بيقول أنا كنت بستعد ليه حلمي ولكن أبو تريكا وكتيبة النجوم خطفوا حلم النادي الأهلي وشوفوا منو الجزيه رغم الفرحة كان بيحس اللعيب أنه تكمل المباراة للمباراة ما بتنتهيش إلا بصفرة الحكم ودي السندة بتاعت فيلافيو والشمال أبو تريكا اللي أعطت الأهلي واحدة من أفضل بطولته على فكرة في هذه البطولة النادي الأهلي كان واجه التراجي التونسي وفاز عليه ثم واجه الصفاقسي وانتصر عليه في اللقاء النهائي مرولا ب2008 والقطن الكاميروني والنادي الأهلي استطاع أنه هو يحصد هذه البطولة بعدما يفاز على القطن الكاميروني في الكاميرون النادي الأهلي في كل بطولاته حتى وهو في أفضل حالاته الفنية بيبقى في صعوبات وهي دي حال كرة القدم ولكن إزاي أن أنت تتواجه مع الصعوبات شخصية البطل تأتي من كيفية التعامل مع الأمور الصعبة مش الموضوع البطولة سهل وخلاص النادي الأهلي على مدار تاريخه بيبقى فيه صعوبات ودي كاس العلم للأندية ورقاء اللي أحرص فيه فلافيو بقى أول أهداف أعتقد ده أقلن سيتي ومحمد أبو تريكا كان أحرص أيضا هدف من ضربة سبتة والنادي الأهلي حصد البرونزية في هذا التوقيت بعد ما هزم أمام انتر ناسونالي البرازيلي ده واحدة من اللقاءات أيضا اللي كان في القاهرة ولقاء الذهاب اللي كان فيه 2012 نادي الأهلي تعادل واحد واحد سيد حمدي صراحة قدم واحدة من أفضل لقاءاته وهذا لقاء الإياب اللي فيه تونس لم يلعب أبو تريكا لم يلعب محمد بركات لم يلعب أمام المتعب كان فيه لافيو اتنقل لم يلعب حتى سيد معوض في هذا اللقاء وكان الظهير الأيسر كان أحمد شديد إنوي والنادي الأهلي بمن حضر بالنجوم اللي حركوا شفتوهم ومحمد ناجي جده ووليد سليمان خلص على الترجي التونسي في هذه البطولة ونجح إنه يفوز ويقتنس اللقب من بين أقدام التونسة في تونس نفسها طبعا دلت شقيقة وكل الاحترام والتقدير ولكن النادي الأهلي قادر دائما إنه يقهر المستحيل كلمة مستحيل ما لهاش علاقة بالنادي الأهلي لإني لو جيت بالتاريخ وأنا اتعمت إن أنا أبتدي بهذه المقدمة إن النادي الأهلي لا يعرف المستحيل النادي الأهلي دائم التطلع إلى البطولات العزيمة والإصرار والروح هي الدفع الرئيسي بالإضافة إلى الجمهور اللي النهاردة هننقلكم مشهد الكل منتظره الكل يعشقه هو وجود جمهور النادي الأهلي بجوار لعبته في ملعب التتش في الجديرة في آخر استعدادات النادي الأهلي في ملعب التتش قبل الصفر أو قبال الصفر إلى تونس إن شاء الله غدا عشان يبتدي يستعد في معسكاره قبل لقاء الترجي يوم السبت المقبل الجمهور النادي الأهلي هو المحرك رقم واحد جمهور النادي الأهلي مختلف لأن لغاية صفرة الحكم بيبقى متوقع إن النادي الأهلي قادر على العودة متوقع النادي الأهلي قادر إنه يقلب موازين الأمور وهذا اللي حصل في لقاء الزهاد النادي الأهلي ابتدى اللقاء بمنتهى القوة سيطر على كل مجرات الأمور وأحرز هدف في بداية اللقاء عن طريق عبدالله السعيد ده واحدة أيضا من لقاءات أبو تريكا وهولاندو بايرتس اللي كان أقيم في المقاولين وده هدف أبو تريكا وهي الهدف الثاني لأحمد عبدالزاهر وهذه البطولة أيضا كان فيها صعوبات كبيرة جدا النادي الأهلي كان بيلعب مبارياته في الجونة وكان ملعب الجونة من أهم العوامل السلبية لضد النادي الأهلي ودد جمهور النادي الأهلي لأن الأرضية مش مستوية والهوى هناك فيه ملعب الجونة وكل حاجة عكس اتجاه الريح وكان تغلب على القطن الكاميروني بدربات الترجيح وذهب إلى النهائي لأولاندو بايرتس وفاذا تعادل هناك وفاذا هنا في القاهرة بهدفين أحمد عبدالزاهر ومحمد أبو تريكا وكان الختام جميل لمسيرة نجم كبير جدا زي محمد أبو تريكا ماجيكو الكرة المصرية مع النادي الأهلي إذن هعود مرة تانية للقاء الزهاب وكيف النادي الأهلي تعامل مع الأمور النادي الأهلي على الرغم من أنه كان تعادل فريق الترجي التونسي وصم تقدم في بداية الشوت الثاني وكان الصراحة هدف غريب إلى حد ما ولكن كابتن حسام البدري صحح الأوضاع واستطاع أنه يكون الأفضل في مجرات الأمور وضيع العديد من الفرص ده المشهد اللي حضراتكم شايفينه دخول جمهور النادي الأهلي إلى مدرجات استاد التتش نشكر الأمن نشكر طبعا إدارة النادي الأهلي على كيفية تنظيم الأمور والفتح مدرجات التتش ليه جمهور النادي الأهلي هم عارفين كويس قوي أن جمهور النادي الأهلي هو المحرك الرئيسي هو دينمو إشعال لعبة حماس اللعيبة إصرار اللعيبة طموح اللعيبة ترمومترو هو جمهور النادي الأهلي وإدارة النادي الأهلي طلعت بيان أنها بتعتز بجمهيرة وتنشد الجميع بالمحافظة على الأمن والنظام وبتشهد إدارة النادي بتعاون رجال الأمن وتفاهم محرس الجمهور على الإطمئنان والشد من أزر الفريق قبل صفر إلى توميس المشهد دوت بنتمنى مش نشوفه بس في تدريبات النادي الأهلي بنتمنى نشوفه في المباريات مباراة النادي الأهلي لما بيكون فيها الجمهور أداء النادي الأهلي بيختلف تماما وده اللي كان واضح حتى في لقاءة ذهاب رغم كل الصعوبات اللي كانت في أحداث اللقاء رغم الأخطاء التحكمية الفادحة في لقاء الذهاب كان في حالة طرد في ضربة جزاء وليد أزارو كان فيه العديد من القرارات العكسية حتى الهدف التاني لفريق الترجي اللي من ضربة سبتة قرارات الحكم كانت عكسية تماما تماما والنادي الأهلي كان بيناشد الاتحاد الأفريقي بأنه يتم تغيير الحكم الكاميروني اللي فيه سلة قربة بأحد لعيبة فريق الترجي التونيسي هو لعب خط الوسط فرانكوم ولكن الكابتن شطة قال أن الحكم هو الحكم النادي الأهلي بيحترم قرارات التحكيم ولكن النادي الأهلي يبحث عن تحكيم عادل نادي الأهلي مرة تانية يبحث عن تحكيم عادل لأن التحكيم لما بيبقى عادل بتبقى الفرص النادي الأهلي أفضل لأنه هو النادي الأفضل فيه نغمة طلعت فيه القونا الأخيرة إن فريق الترجي التونيسي أفضل إلى حد ما ولكن النادي الأهلي بعمق قائمة بنجوم الكبار بمدرور الفني الكابتن حسام البدري كان أفضلой في الشوت الثاني وفي مجريات الأمور وكان الأكثر فرصا احنا معنا على الهاتف زميلنا أمير يشام مرسل معنا مباشر زميلنا أمير يشام مرسل قناة النادي الأهلي من ملعبة تيتش في الجديرة مساء الخير يا أمير واصف لي الأحوال عندك وشكله